اشتركوا في القناة عندما تطالع مرويات بعض المسلمين تشوبك الحيرة لبل يغزوك السؤال هل هم مسلمون أم متأسلمون أيعقلوا ما يكتبون لماذا دخلوا الإسلام أليتخذوه غطاء على قوائلهم والفعال يتدرعون بدين الله الأعظم للإساءة إلى رحمة الله العظمى محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وبعد عقود متراكمة من السنين تغدو كتبهم ومروياتهم من الثوابت في إسلامنا ربما ولكن ليس على من يتمحص ما يقرأ ويفتش في شغاف الأحداث ويربط بين أوصالها حتى يميز المكذوبات من الأخبار والروايات ويزيل غبائر التحريف عن الحقائق فغدا تراثنا الإسلامي كأرض زرعها سماسرة الحكام وأزلام الملوك ألغاما فكرية مضللة ولا تمت للإسلام بأي صلة ومن تلك المغلوطات في بطون تاريخنا الإسلامي أن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله الذي تنام عينه دون قلبه والذي لا فيئ له ولا ظل له هو أنقى الخلق وأعلمهم بكتاب الله أنه سهى عن صلاة الواجبة صلاة الصبح فأيقظه أحدهم علّى النبي يصلي ترى هل يعلم النساجون وقت ذاك الفرق ما بين السهو والإسهاء أو بين النوم والإنامة حتى يخط قلمهم المأجور ما يحل لهم ولأمرائهم تفاصيل ذلك وأكثر في الحلقة الرابعة من سلسلة الدفاع الرسول الله محمد بن عبد الله النبي الخاتم سلام الله عليه وعلى آله الأطيبين الأكرمين برفق سمحت الشيخ القاضي محمد كنعان سلام عليكم سمحت الشيخ عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين سادة المشاهدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نكمل في هذه الحلقة بعض من ما أوردته الكتب من أحاديث لا تليق بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أرسلها البعض إرسال المسلمات وهي ليست كذلك بل إن مدرسة أهل البيت عليهم السلام قد أنكرتها وشنعت على القائلين بها والمعتقدين بصحتها الحديث الأول في هذه الحلقة رواه البخاري في صحيحه قال خفت أزواد القوم وأملكه فأتوا النبي صلى الله عليه وآله في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا وبارك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا طبعا الكلام عن غزوة تبك أما مسلم فقال في صحيحه ما نصه نعم نلاحظ أنه البخاري مقطع الحديث مسلم لعل السبك عنده كان أوفى قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا واضحنا فأكلنا والدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ما بعد فيه شي حدا الدواب نركب عليه ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم بالبركة لعل الله يجعل البركة في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة خبز حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بالبركة دعا عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه فالقصة إذن حصلت في واقعة تبوك التي حشد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أكبر قدر ممكن من المسلمين بحيث كان الجيش غير مسبوق وابتعدوا عن المدينة ما يقارب الألف من الكيلومترات فأعوزتهم المؤون بحيث جاعوا بل وأملك فطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يأذن لهم ولولا أي أن يأذن لهم بذبح إبلهم ولولا أن تدارك عمر بن الخطاب الأمر فأفهم النبي صلى الله عليه وآله أنه بذلك يجعل الجيش عرضا للضياع في الصحراء والتشتت لعدم وجود دواب تحملهم مع أثقالهم وخيمهم وسلاحهم فالتفت النبي صلى الله عليه وآله ساعة إذن إلى ذلك وعدل عن الأمر عدل عن الأمر الأول يعني الإذن بذبح إبلهم بل يذهب مسلم في صحيحه أبعد مما ذهب إليه البخاري حيث نسب إلى عمر ليس فقط تبيانه لفساد رأي النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله بالإذن لهم بنحر نوقهم بل حثه على الحل بأن يجمع فتات ما مع الجيش من طعام ويدعو بالبركة وهكذا كان بحيث أن النبي كاد أن يبيد الجيش بتسرعه في الاستجابة لهم وغفل حاشاه عن ذلك الاستعانة عن الاستعانة بربه حتى نبهه عمر بن الخطاب على كلا الأمرين معه مع حديثي البخاري ومسلم لا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لنا جملة من التعليقات أولا هل تقبل عقولنا أن الآلاف من جيش المسلمين فيهم أقحاح الرجال ممن خمرتهم التجارب ودعكتهم الأيام يرضون بنحر وذبح دوابهم وهم يبعدون ألف كيلو متر عن مقرهم ومدينتهم ولم يلتفتوا أن ذلك سيجعلهم عرضة للهلاك والضياء هل يقدرون على حمل أمتعتهم أم أنهم سيتخلون عنها في الطريق هل هذا يتلاءم مع مكانة العرب تعتبره من المسلمات وهو أن الراحلة في الصحراء هي أعز على المسافر من أولاده وكل ممتلكاته أولم يكن فيهم من يلتفت إلى فساد الرأي برمته قبل أن يتفق عليه ويعرضوه على نبيهم أي واحد ثانيا هل كان رسول الله صلى الله عليه وقال بهذه السذاجة حاشاه ليستجيب الاقتراح يجعل منه ومن جيشه أضحوكة عند العرب وهو إنما أراد بغزوته تلك أن يرهب أكبر دولة على وجه الأرض وهي دولة الروم التي تحكم نصف أوروبا وجميع شواطئ المتوسط فوالله لو علمت الروم بذلك لأيقنوا بعدم نبوته أولا وبفشل قيادته ثانيا مما يدفعهم لإرسال سرية أو كتيبة تتبع آثارهم وتجعل منهم طعاما لرمال الصحراء أين كان عقله صلى الله عليه وآله الذي لو وزن بعقول الخلائق كلهم لا رجح حتما بل كيف يتصور أن يوافق على اقتراح كهذا دون أن يتدخل ربه ليسدده كل ذلك على فرض حصول ذلك المحال الذي لا أساس له كما نلاحظ ثالثا أن رواية البخار متضاربة مع رواية مسلم فالأولى ترى أن النبي صلى الله عليه وآله هو من دعى بفضلات طعام القوم ليدعو عليه بالبركة في حين أن رواية مسلم صرحت بأن الفكرة كانت لعمر فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله فأي الروايتين هي الصحيحة ثم إذا كانت الدعوة بالبركة من رسول الله صلى الله عليه وآله ابتداء فما حاجته إلى الإذن للقوم بذبح إبلهم مع وجود حل جاهز لديه وهو الدعاء لربه بالبركة رابعة نريد أن نعرف من خلال هذين الحديث الحديثين من هو الأكثر تسديدا فيما قرأناه النبي صلى الله عليه وآله أم عمر بن الخطاب واضح لا ريب فيه أن ما جاء به عمر كان الأرشد والأصوب مما أذن به النبي صلى الله عليه وآله وهل يتعقل مسلم هذا الأمر بأي وجه من الوجوه وبأي تأويل من التأويلات حاشا رسول الله حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون في الخلق من هو أرشد منه كائنا من يكون ولسائل أن يسأل طيب ما هو الباعث لوضع هكذا أحاديث الجواب واضح أيضا إنه فضلا عن استبطانه الانتقاس من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وهو منهج جرى اعتماده كما أسلفنا في الحلقات الماضية هو يحمل في طياته تلميعا لصورة البعض من أمثال عمر لأجل أن تتثبت شرعيته على رأس السلطة التنفيذية إذ أن من البديه أن من يكون أن من يكون رأيه أرشد من رأي رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته ويعمل النبي وفق إرشاداته وتعاليمه له أزيد رشدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إذ لا منافس له ساعة إذن فإذا كان رأيه في عهد صاحب الرسالة هو المعمول به فمن باب أولى أن يكون كذلك بعد التحاق النبي صلى الله عليه وآله بربه هنا تتبدى لنا أساليب خفية في التحرر من عقد النقص التي رافقت البعض وذاك حين صاح عمر الصلاة في اعتراضنا على الحديث هذا وتتمته لدى مسلم نقول هل كان النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله قد تكاسل عن الصلاة في وقت فضيلتها من يقول بذلك حتما هو خارج عن ربقة الدين مارق من أس العقيد حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الذي أنهكت جسده الشريف العبادة حتى نزل قوله تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشق وهو الذي كان يتحين وقت الصلاة بدقته السماوية لينادي بلالا آمرا له بالأذان بقوله أرحنا يا بلا حاشا أن يؤخر صلاة حتى يذكره بها بعضهم مناديا فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله مفرطا وهو ليس كذلك فما معنى مزايدة البعض عليه حتى قال وفق الرواية وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وآله على الصلاة أو ليس في جوابه صلى الله عليه وآله تخطئ لمن أنزره ثم هل من المسموح لأحد أن يرفع صوته من وراء حجورات النبي بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فهل تنطبق الآية هنا أم أن الشخص المذكور دائما يكون موضع استثناء نحن أبدا لا نتعقل إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله هو القدوة في كل شيء فما بالكم بعمود الدين الصلاة التي حرص رسول الله صلى الله عليه وآله توال حياته الشريفة على أدائها في أفضل أوقاتها وهو بين الطغاط المشركين في مكة رغم وضع القاذورات من قبلهم على ظهره الشريف أثناء سجوده حتى إذا تنهنه الدين واندكت أركانه في الأرض وارتاح المسلمون في المدينة تأخر عن أدائها حتى ينبهه عمر بن الخطاب ذلك والله هو القول الشطط وتلك والله وتلك ورب الكعب هي المصيبة العظمى ثم إذا كان عمر محقا فيما فعله فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله إنه ليس لأحد أن ينزر نبيه بالصلاة إلا أن يكون يريد التغطية على خطائه حاشاه ذلك وجل مقامه عن هذه التهمة أو أن الاستياء من القائل بلغ حدا لا بد له من أن يصدعه بقول رادع من أن يكرر تلك القولة الشنعاء وتماهى البخاري في تلك التشويهات أكثر فأكثر حين روى في صحيحه ما نصه عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وإنا أسرينا أي سرنا ليلا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها تعبني فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف يعني الرواة نسو ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا نام لم يوقظ حتى يكون يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر وراء ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا أي صاحب جلد فكبر الله أكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وآله فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعى بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس كما رواه مسلم ولفظه الطال التالي فظل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى بيضة الشمس نزل فصلى بنا الغدات ومصيبته لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون معه صلاة الصبح حتى صلوها قضاء هل بعد ذلك من مهانة وانتهان اين هم الاحرار من المسلمين امام هكذا مصيبة نحن لن نرد على ذلك لان من المستحيل وقوع ذلك لكننا نسأل جملة اسئلة من خلال تحر الاجوبة عنها نصل دون عناء الى ان الحديث مجذوب لا محال اين كان ذلك السفر في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله ام في سفر عادي لم يخبرنا الحديث بتفاصيل ذلك سواء كان الامر سفرا ام غزوة هل نامت المئات بل الالاف من الناس دون حراسة دون من يهتم بابقاء بعض النيران مستعرا ألم يقم احد من المسلمين لصلاة الليل او التهجد او لقضاء حاجة هل ضرب الله على اسماع المسلمين كأهل الكهف فرقدوا ساهين عن صلاتهم حتى اقضتهم الشمس هل نام رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الليل الواجبة عليه ام انه اداها وعاد فنام عن صلاة الصوبة ام هل بقي مستيقظا فصلى الصبح ولم يوقظ المسلمين على صلاتهم شفقة منه عليهن ثم من هم الاشخاص الذين استيقظوا قبل عمر فعبر عنهم الراوي بفلان وفلان ثم ما الداعي الذي جعل عمر يوقظ النبي صلى الله عليه وآله طالما ان الصلاة قد فاتته فليتركه في رقدته عملا بقول الراوي لان لا ندري ما يحدث له في نومه اي من وحي او ما شابه ذلك ثم لماذا لم يبادر النبي صلى الله عليه وآله لقضاء ما فاته حاشا فور قيامه من نومه فانتظر حتى ارتحلوا مسافة ليست بالبعيدة ثم اذنهم بالصلاة كل سؤال يحمل مصيبة في جوابه لذلك وجدناهم يتخبطون في التأويل قال ابن حجر في فتح الباري اختلف في تعيين هذا السفر ففي مسلم من حديث ابي هريرة انه واقع عند رجوعهم من خيبر وفي ابي داود من حديث ابن مسعوب اقبل النبي صلى الله عليه وآله من الحديب وعن زيد بن اسلام اقبل رسول الله صلى الله عليه وآله معرسا اي بات مع عروسه ليلة بطريق مكة ووكل بلالا لا فاء هو ولا فاء بلال بل ذهبوا على ان الحادث وقعت اكثر من مرة حيث صرح القاضي عياد بان قصة ابي قتادة مغايرة لقصة عمر ابن الحسين هكذا طفحت الكتب بالتأويلات والتخرصات دون ان يجرؤ احد على نفي سهو النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح الواجبة التي لا ينام عنها اهل العبادة العاديون فما بالكم بسيد العابدين وزين المصليين ولمن اراد ان يفهم ما السبب وراء هذا الامعان في تثبيت هذه الخرافة فلينظر الى الحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الذين سهوا عن صلواتهم ولم يأموا الناس في بعض صباحاتهم يدركوا انهم ارادوا تحميل النبي صلى الله عليه وآله موبقاتهم وتقسيرهم فحبكوا القصص وجعلوها صحيحة لا يجرؤ احد على مناقشتها لان النقاش فيها سيمتد ويتشعب ويصل الى هياكل صمضانية ارادوا ان تكون فوق النقد والتجريح فجعلوا من رسول الله صلى الله عليه وآله خط دفاع اول عن مصائبهم وقد فاتهم ان التاريخ لا يملك احد ان يغلق التحقيق فيه ثناياه ليستخرج منه الحق صراحا وفاتهم ان الامة مجمعة على ان رسول الله صلى الله عليه وآله تنام عيناه ولا ينام قلبه تلك بعض المصائب الموجودة في كتب المسلمين ولو اراد مستغرق اخوة المشاهدين ان يستغرق يستغرق الحلقات الطوار انا جبت امثلي صرنا بالحلقة الرابعة بتصور الرابعة الرابعة اسبوع القادم باذن الله سئلت سؤال والحها علي بالجواب عليه عن قوله تعالى عفو الله عنك لما اذنت لهم الى الاسبوع المقبل ان شاء الله لكن الان احببت ان اضيء على فقط ثلاثة حاديث موجودة يعني نحن لا نراها صحيحة رغم اصرار البعض على صحتها بعد ما استمعنا عليه سماحة الشيخ نحتاج وقت للعودة الى حضرنا يعني فعلا كلام نسأل الله القبول الهدف سماحة الشيخ وراء هذا الحديث نعود بك الا مقدمت الهدف سماحة الشيخ يعني ان النبي صلى الله عليه وآله امر بنحرق الابل في يوم العسرة او يوم تابوك يعني متى في وقت منصرفه من تابوك ما الهدف من هذا اولا خل نقرأ تابوك ما هي تابوك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما اول ما استقر به الحال في المدينة ارسل كتبه الى الحواضر كله الى الفرس الى الرو الى الاقباط الى الحبشة الى الان ما يسمى بالخط السحلي في الخليج العربي الى البحرين القديم المنذر بن ساوى الى عمان الى اليمن ارسل كتبه يدعو الى الاسلام كسرة كان غبي حاول يشتغل كدولة عظمى مش كقوة عظمى الدولة العظمى اذا وقع حدث تسعى بقوتها لتجييره لصالحه القوة العظمى كيفما وقع الحدث ينبغي ان يقع لصالحها لانها تمسك بازمة الخيط هذا لم يفعله كسرة كسرة تصرف كدولة عظمى مش كقوة عظمى رد مع الرسول تراب قال جواب هذا الصحراوي تراب استبشر رسول الله قال لا تغزونا ارضهم هذا وارسل الى واليه متحت ايده باليمان قال له بعث لي قوة جيبوا هذا العربي جيب لي يا لهم ما ان وصل رسول كسرة الى النبي قال له مات الليلي لبث وبالفعل جاء الخبر بموت كسرة وحكموا بنته قال رسول الله ما افلح قوم ولوا امورهم النساء وبدأت الامبراطورية تتهاوى شيئا فشيئا لاختلاف فيما بينهم ثم جاء الاستضام مع المسلمين في القادسي وفي نهواند يعني بيهال ما سمي بعد ذلك بالفتوح الرومي قوة عزمة لم يرد بتلك الصلاف لكن ظهر من اعماله انه يدبر كيدا لا ليش قلتلك قوة عزمة لانه ادر يعمر مسجد في المدينة في مقابل مسجد رسول الله وإلى عامر الراهب الفاسق من وين وإلى اين هرب الراهب 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 الاكيدر لمين كان تابع الراهب 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 فلان حاكم الاردن الذي آمن برسول الله فصلبه قيصر اذا رشح من اعماله انه لا يرضى بهذه الدعوة ويكيد كيدا هذا الامر لم يكن ليفوت رسول الله صلى الله عليه كيف يمزق رسول الله صلى الله عليه وآله خيوط اللعبة اول عمل ارسل ثلاثة الاف من طليعة المسلمين اصطدموا بالروم في مؤتة والتعليمات كانت واضحة الشهادة اصطموهم صدمة دموية هذا ما حصل لمن ثلاثة الاف بيوجهوا مئة واثناشر الاف مئة الاف سبعين الاف ويثخنون في العدو وتستشهد قادتهم نعم هذا يعتبر رد عملي مفاده ان ايديكم ايها الروم ايتها القو العظمى قطعت عن جزيرة العرب ولذلك كان عم يفكر انه انا اخر الاحتمالات ان ارسل كتيبي من جيش الروم الى المدينة ومكة قداش عددهم 30 الف بني ادم بالكاد استقصلهم هما والنبي وغيرهم لا الرومي عاد حسابات ثم جهز رسول الله جيشا هنا من جي لتبوك دعا بنفير عام نفير عام ليس عسكر فقط كل الناس بدأت بلغ عدد الجيش 30 الف بعض الرواية شو يعني يعني ان المجاميع السكاني في الجزير العربي استطاعت ان تخرج معي لاول مرة بتاريخها 30 الف مقاتل فالسيطرة على الارض اصبحت لي نعم ومش بس هاك انا اسير الى حدودكم مخترقا اياه هذا المبتدر انام هكذا استراتيجي شو اللي صار هذه القوة العظمى كانت تملك اصابع خفي باجماع المسلمين حاولوا قتل رسول الله ليلة العقبة ورآهم حذيفة ابن اليمان وعمار ابن ياسر عمار كان يقود ناقة رسول الله ورسول الله على الناقة ويحدوها من الخلف حذيفة ابن اليمان ونبههم فبرقت الدنيا فشاف وجوههم 14 واحد نبهوا رسول الله ان لا يأتي على ذكرهم بس بيعرفهم حذيفة وبيعرفهم عمار لماذا لم يكشف لنا التاريخ صريحا عن هائذه الاسماء لو لوجود بعض من يحتشم من ذكره هذا بحث ليس هنا نوضع امام هذا نصر المؤذر نعم ان تقطع خيوط القوة العظمى عن من تقطك نهائيا بان تتحداهم في حدودهم او قريداري في حدودهم الجنوبين فلا يبادرون الى الاشتباك معك فلم يلقى رسول الله كيدا بالرجعة لازم يموت حاولوا قتله اغتيالا مع ما رافق محاولة القتل كي بدك ترجع تنشط ابو عامر الفاسق وامثاله بالمدينة المنافقين كي بدك تنشطهم بان تنسج سذاجة رسول الله صلى الله عليه وآله بفوتوا لعنده هذا الدماغ الرباني تخطيط السماوي بقهر القوى العظمى بفوتوا لعي المسلمين على الخيمة شو رأيك ندبح ننحر الابل تبعنا بدنا ندهن اجسادنا بشوية دهني وناكل نني يا رسول الله هالأد السخافي خالد بحوهم وتردد طلع العبقري البطال العمار ابن الخطاب وين رايح نحن بعاد عن المدينة مين بيحمل أثقال ما بمشورته مموت مشيان لا 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 قال له عملك فأزا نجمده الموضوع شو منساوي قال له دعوه ربك بالبركة هدا حديث مسلم البخاري ما جرى أطع الحديث حكي كلمات متقاطعة بس مسلم أفصح أن الرأي لعمر فدع رسول الله بفضلي أزودي طيب على رأيي البخاري أنه عمر ما مش صاحب الاقتراح ويا رسول الله ما بلش باقتراحك من الأساس قبل ما تأذن لهم تمام وتتراجع عن الموضوع شوف قديش كانت الأمور ماشي بسياق عظيم قديش تسخف صحيح هكذا حملة قهرت أكبر قوة عظمة في التاريخ الروم قهرتهم عربان من الصحراء وصلوا إلى الأردن شو تبوك وصلوا إلى الحدود الجنوبية مقاتلين نصر وفرض قوة بلا قتال بيرجع بيقول لهم النبي انحروا إبلكم سواء قال لهم بالروحة مصيبة أو بالعودة أو بالرجعة مصيبة هو لا يشترك عليه بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في المدينة وكيف في مؤامرة أنه يخرج بالجيش فيحتل المدينة وهذه أفردت لها حلقة كاملة أنه لماذا بقي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مدينة رسول الله منعا لحركة المنافق طيب هنا يتبدلنا ماذا أراد النساج نعم من هكذا حديث نعم بده يضيع قيمة تابوك وهذه الطفرة الرباني التي حبى الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم جزيلا شكر على الإضاحة سمحت الشيخ المتصل الأول معنا في حلقة الليلة علي من العراق سلام عليكم علي تفضل علي علي من العراق هل تسمعونا سلام عليكم يبدو تعذر الاتصال مع علي أيضا نبقى مع علي ولكن من بغداد هذه المرة علي السلام عليكم سلام عليكم من بغداد تفضلوا قالوا السادس من الشونة عليكم السلام الحمد لله أخي الكريم تفضل سلام عليكم عليكم السلام والإكرام يا أخي ورحمة الله ورحمة الله عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف الأحوال الحمد لله شيخنا لدي سؤالين سؤال الأول عن قوله تعالى في سورة طاها ولقد عهدنا إلى آدم من قبل من قبل فنسي ولم نجد له عزمة وقال في سورة الكهف الآية 74 قال عن لسان موسى عليه السلام قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرة هل يلحق النسيان بالأنبياء عليه السلام وما نوع هذا النسيان أهو على المجاز أم الحقيقة طيب ثاني السؤال في سورة الكهف أيضا فتى موسى عليه السلام يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا وفي سورة يوسف وقال للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن ببعث من نسيان الذي يكون للشيطان الرجيم فيه تأثيرا على البشر نعم وفق وفق سياقات الآية وهل هو ساري في كل ولد آدم خلى المعصومين عليهم السلام نعم واضح مشكور يا أبو محمد مشكور حبيبي أبو ثينا من العراق سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك وعلى سماحة وفق وفق ومبارك الله وعلى هذا البرنامج حياك الله تفضلي سماحة سياق آلم تفضلي نعم بوثينا نقطع الاتصال على ما يبدأ من شديد أسف ريثمات أبو علي من كربلاء المقدسة يتصل الآن تفضل والسلام عليكم شغولك أستاذ أحمد الحمد لله أبو علي تفضل تحياتي إلك كل تحايا لكم تفضل رحمة الله وعليك بصورة يا في بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أرس المدينة ترزلني أسعى نعم هذه أفردنا لها حلقة مسبقا شكرا جزيلا أهلا بكم أبو علي أبو يونس سلام عليكم تفضلوا وعليكم السلام ورحمة الله تحياتي لشيخ أحمد للعام أهلا ومرحبا رحم الله والدي والديك مرحومين مشكور تفضل مشكورك شيحني سؤال نعم خرج بالقرآن الكريم بصورة يوسف نعم قال تعالى فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال لدخلوا على يوسف وأيضا في صورة أخرى صورة الأحقاب بسم الله الرحمن الرحيم وصينا الإنسان بوالدي إحسانا نعم حملت أمه وضعه وضعه بالقرآن إلى نهاية الآية طيب أيضا بآيات أخرى وقضاع ربك لا تعبدو الله إلا 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 إليه من إحسانا نعم يحن ما هو الفرق من كلمتين نعم من الآيات الأخرى والدين الفرق قعد لو سمحت السؤال الأخير أبو يونس بين كلمة أبوي في بعض الآيات وبعيات أخرى والدين نعم أبوين والدين نعم شكرا لك أبو يونس أبو محمد من بغداد سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أبو محمد فضلوا تحياتي سماحة الشيخ وإليك الصالح يا هلا ومرحبا عندي سؤال سماحة الشيخ أو نقل بخبر يعني لجنابك على برنامج الله قرر يوميا أو الخميسة فاتح يمكن على برنامج على قيناة الميادين برنامج ألف لام ميم إذا تسمحوا لنقل إنشاء خبر وكان يعني على الإعلام على قناة تلفزيونية ومعروفة ومشهورة طيب عن الردة الردة في الإسلام الارتداد عن دين الإسلام وحد الردة حد الردة في الإسلام نعم حد ردة الإسلام ما هي الردة ما عرفوا ما هي الردة ومن وما هو حد الردة ومن الذي يقوم أو يعني مؤحل لإقامة حد الردة هذا سؤالي آني من عندي ولكن هم قالوا أن الردة ليس فيها حاد على اللهم من أنه يضعوها في باب الحدود ليس فيها حاد وإنما فيها عقوبة من جانب آخر ادعوا أن بعض العبادات الإسلامية كالصلوات الخمسة هي زرادشتية وليست إسلامية هذا في التلفزيون وفي العلام هي ماذا الصلوات ما هي الصلاة ذكرت في القرآن بشكل عام وإنما تفاصيلها كصلوات خمس في هذه الأوقات المعينة على اعتبار على اعتبار أنه الصلوات حافظوا على الصلاة والصلاوات الوسطى قد تكون الصلاة خمسة أو سبعة فيها عدد مفرد هكذا قال هذا الرجل الدفتور يوسف الصديقي في قناة الميادين وهذه مأخوذة من الديانة الزرادشتية في العدد وفي التوقيت يعني صلاة الصباح والظهر والعصر والمغنب هذه مأخوذة من الديانة الزرادشتية في التوقيت وهي صلوات الزرادشتية واضح واضح نعم لنرجو ردكم وإراحكم سماحة الشيخ لأن هذا الموضوع قد يسبب اشتارك مشكور حبيبي مشكور 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 شكرا لك ولكل من اتصل معنا اتصال بعد ربما ام فرح من العراق السلام عليكم ام فرح ام فرح تفضلي انت على الهواء ام فرح نعم نسمعك تفضلي ام فرح نعم السلام عليكم يم وعليكم السلام ورحمة الله ام فرح سلام عليكم يم خلو مرحبا تفضلي مماتي انا اسأل عن عذاب يوم الظلة عذاب يوم الظلة وذاك عذاب أليم اي قوم يا شيخنا الفاضل اصابهم عذاب يوم الظلة ولماذا كان عذاب أليم ما له هذا العذاب يا ماما نعم واضح وانفرح شكرا جزيلا لك ولكل من اتصل فضل سمحت الشيخ مع علي من بغداد علي من بغداد الآيات القرآنية تفيد بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم في بعض الموارد نجدها سبعة صحيح وهنا ذهب المفسرون مذاهب شتى مش بس مذاهب إلى الآن أحجي تقرأ عند فلان تجده يتعارض مع عند فلان إلى آخر وهذا حقيقة يحتاج إلى إفراد حلقة كاملة حول هذا الموضوع أو حلقة لكنني نزولا عند رغبتك أختصر لأقول أولا إن الله تعالى خالق كل شيء خلننطلق من مسلمات وبناء عليه تتضح لنا كثير من الأمور خالق كل شيء يعني كل شيء خاضع له وخضع لك كل شيء وذل لك كل شيء من الأشياء المخلوقة الزمان والمكان ولذلك كان الله وسيكون الله سيان لأن الله غير خاضع لأن الله غير خاضع لمخلوق له اسمه الزمان فأيزن الزمان بالنسبة لنا حتى الزمان بالنسبة لنا متحرك أضرب لك مثل الآن أنا جالس أمامي كاميرا اثنين ثلاث أنا ما أراه غير حضرتك ما تراه تمام ليه؟ لأنه أنا شايف استوديو وفي طاولة أخرى لبرنامج آخر واستوديو بعيد جدا والضوء يرهقني هذا أنت ما ملاحظه حضرتك ما ملاحظه أنت ترى من خلالي ما سمح لك أن تراه سمح لك المخرج أن تراه بالكاميرا إذن رؤيتك المكاني ضمن أطر محدودة نفس الأمر أنا رؤيتي أوسع من رؤيتك لكن شوفها الكاميرا إذا رفعها الكاميرا العامة إذا رفعها طلوع شوف كيف يرى المنظر صير طاولة كلها أنا وإنت بينيها شوف بلاش يرفعها شايف اختلفت الصورة إذن حتى بالنسبة لنا الزمان والمكان متحرك متحرك مختلف بدليل أنك الآن إذا استطعت أن تسير بسرعة الضوء أصبح عداد الزمن بالنسبة إليك غير ما هو ثابت يعني لو قدر لك أن تجلس في مركبة فضائي بسرعة الضوء ثلاثمائة ألف كيلومتر بالثاني وتنطلق افرض إلى أقرب مجرة إلينا هون ورا الباب غير درب التبانة أندروميدا بدك 27 سنة ضوئية تطلع 27 سنة ضوئية تنزل 27 27 54 قد تكون الأرض كبرت بغيبتك أربع ملايين سنة إذن الزمان حتى بالنسبة إلينا متحرك متحرك أما الله عز وجل فهو المطلق لا يخبع للزمان هلأ هناك رأي إنه خلق الحاج إلى ستة أيام ما هي هي من أيام الله عز وجل هي من أيامنا أو كل يوم عند ربك بألف سنة مما يعدون كلام طويل عريض فيها نعم بس حتى تتخلق السماوات السماوات والأرض هي تحتاج إلى التوقيت وليس الله عز وجل هي المخلوقة لأني أنت باستطاعتك أن تملأ الكأس لكن بده ثلاث سواني لا ينتلي هو أنت القدرة عندك موجودة بس هو منه قابل ينتلي بالسرعة لأن المصاب فيه هو عبارة عن نصف متر في الدقيقة مثلا ثم بده أسأل سؤال وإن لموسعون والسماء بنيناها بأيد إذن ما زال الخلق مستمر لموسع ما أدراك يا أخي علي إخوة المشاهدين أننا نلسنا في يوم من أيام الله الستة خلصوا أيام الله مين من يقول حتى تعرف أول هذه الأيام لك إذا بدنا نجي نجي بالروايات الإسرائيلية ما هو موجود في التوراة البين أيدينا اللي بتحكي عما بعد وفاة موسى التوراة لا يمكن أن نركن إليها إيه خلق الخالق وفي اليوم السابع استراح شو معنا استراح يعني ما قال عنه القرآن يد الله مغلولة أنه خلق وفوض للبشر ما بقى له دخلة ما زال الخلق مستمرا فما يدريني أنني لست في اليوم الثالث أو الرابع أو الخانس مثلا هذه أيام بالنسبة إلي أما بالنسبة لله عز وجل الماضي والحاضر والمستقبل عنده سيان إذا أدركنا هذه الحقيقة اتضح لنا تماما معنى الأيام اللي هي مقتطع زمني نسبي بالنسبة لل الخلق وإلا شو الزمن ولنا الآن يحصل ما يسمى كوازار أخذوا جائزة في نوبل سنة 1989 نايم من الفيزيائيين صدفي لش أخذوها صوروا كوازار كوازار عبارة عن انفجار مجموعة من المجرات التحام وشي هائل صوروها تعرف أنت انحدثت قبل خمس مليارات سنة الآن حتى وصل ضوءها إلينا صدفي بالمرصد تبعهم صوروا تلك الأحداث سأخذوا عليها جائزة خمس مليارات سنة إذن الوقت هناك شيء والوقت هناك الآن الآن بين ما تراه من سقوط قرص الشمس وما حدث فعليا 8 دقائي بده 8 دقائي ضوء الشمس حتى يوصل لعنا يعني الفوتون الشمسي لما بيطلع بده 8 دقائي لتشوفوا إنت هذا زمان لكنه وبالواقع لا يدركه إلا المتأمن مثل قطارين ماشيين بنفس السرعة من هذه النافذة نتعقل إذن الأيام بولنا إذا قطارين ماشيين بنفس السرعة وطلع بلقيه جامد حدك هو يسير تمام تحسبها جامدة ويتمر مرة صحة تعرف سرعة برمة الكرة الأرضية أدى الله يدلنا على ذلك إذن موضوع الأيام أخ علي أنت بك تاخد أعليم يبدو هكذا يجب أن يبحث بهذه الدقة وبتتبع الآيات المباركة ولنا إن شاء الله وقفي مع ذلك اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ثم نتابع مشاهدين الأعزاء وقفة قصيرة نتابع من بعده سير هذه الحلقة وكونوا معنا كرماً لأمه من جديدنا ورحب بكم مشاهدين الأعزاء كذلك بسماحة الشيخ أبو محمد من العراق أبو محمد من الآن فصاعداً سأسمح لك بسؤال وحد لأنك تستغرق الحلقة بكاملها شوف يا ابن أخي النسيان نسبه الله إلى نفسه نسوا الله فنسيهم شو يعني يعني أن الله ينسى جلت عظمة الله عنه إذن النسيان يطلق ويراد منه معاني نعم متعدد مرة بمعنى الإهمال نسوا الله فنسيهم أخرجهم الله من رحمته أهملهم لأنهم أهملوا أنفسهم ومرة يكون النسيان من قبل بشر مرة بشر معصومين ومرة بشر غير معصوم كلامنا في المعصوم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما إذن النسيان هنا مرتبط بعدم تمامية العزم كيف عندما نهاه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة نعم ماذا كان النهي إذا كان النهي نهي مولوي يعني أقم الصلاة فما أقامها هذا صار عاصي بالمعصي الكبرى حاشاه حاشى الأنبياء ذلك نهي الإشفاقية نهي إرشادي أنه ترك الأولى أيضا الأنبياء لا ينبغي لهم ترك الأولى ترك المستحبة بمعنى أنه والله مثل ما كنا نحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم اتهموا بتأخير الصلاة تأخير مش ترك تهم الاتهامين أنه نام عن صلاة الصبح وأخر وأخر ترك الأولى هذا لا يحدث من الأنبياء ما هم اللي بعلمون الأولى مخالف العصمة طبعا وفيه نهي اسمه نهي إشفاقي لطالما شرحته كيف النهي الإشفاقي أستاذ أحمد أخي وصديقي وزميلي عزاق الله وسنوات صرنا متعاونين مع بعض بيجي بقول له من حبه للبرنامج من حبه لإخوانه المشاهدين من حبه للعمل بذكر أهل البيت بيجي بيقول لي بدي هير أريد أن أهيئ مقدمات سنة كاملة لك يا أحمد شو بدك بشارني كل أسبوعين نتفق أنا وياك على عنوين وبعطيك إيه المقصود أنا لن أنهه عن أن يهيئ هذه الحلقات بالعكس أنا أرحب أن يهيئ مقدمات الحلقات لكني أشفق عليه أن يرهق نفسه لأني أعلم أنني لن ألتزم بكل المقدمات ربما يأتيني سؤال بقول للسائل أسبوع القادم بساوي لك حلقة عليها فبيتغير البرنامج كله فنهي هنا ليس منصبا على 52 مقدمة ل52 أسبوع إنما نهي أن أشفق على زميلي من أن تناله مشقة ربما لا يستفيد منها رفع رأسه عندما نفخت فيه الروح يعني ترقى فوجد أنوارا في ساق العرش قال يا ربي ما بلغ هؤلاء قال بحسن عبادتهم وتسليمهم لربهم ظن أنه إن طال به الزمن يصل إلى هذه المرتبة الله نهاه إشفاقا قال له ما فيك توصل نحن عبدت فعاهد الله عاهد إليه الله في أمر آخر نحن عم نحكي بجنة جني غير الكرة الأرضية التي أهبط منها آدم وجني غير جنة الآخرة لأن جنة الآخرة من يدخل إليها لا يخرج منها طيب ما حدا التفت أن الأوامر ليست مطلقا تشريعي يعني تشريعي مولوي أقم الصلاة ترك الأولى وإشفاقي مشينا بالموضوع بس ما ملتفتين نحن أنه هناك أوامر تكوينية تجوز مخالفتها الأمر التكويني تجوز مخالفتها مثلا مثلا هل يحرم أكل اللحم لا بالعقس في رواية تقول مستحاب من ترك أكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه وأدركوه باللحم نعم لا تجعله بطونك ومقابل الحيوانات يعني لا إلا الإفراط ولا إلا التفرق طيب هدا كنا نزرع ونشتغل ونتعب فأكلوا اللحم مناسب لأجسادنا الآن تكوينا صار الاكثار من أكل اللحم يوجب سد الشرايين وبالتالي الجلطات الدماغية والقلبيين شو خص المسألة الشرعية بالموضوع هذا تكوينا إذا سكر شريانك بتحكمك دبحة خير إن شاء الله وين الحرمي في ذلي في ناس ما بيخالفوا تكوينا بتلاقيه منظم أموره بيفحص كوليسترولي بيفحص طريق للسريد شو حوم ثلاثي بيهتم بوضعه بيهتم بوضعه ما بيأكل كتير لحمه بيداري وضعه يبقى تكوينا شريانه سليم وناس ينتقم من الطعام انتقاما أولا تجد بعض مرضى السكري لا يلتزم بما يقوله له الطبيب وربما يضاعف الجرعة من عنده باعتبار أنه إذا أخذ حبتين بتنزله السكري هدا إلا علاقة بأمر تكوينا بتخفف أكل سكر بيمشي حالك وإلا ستصل إلى ضرب شبكية العين وتقطيع وتبتر الأطراف وإلى آخره أمور تكويني أزارا الله هلأ ربما ربما أقول ربما تتقاطع الأوامر التشريعية مع الأوامر التكويني ولذا بتلاقي مخالفة الأمر التكويني له جزاءات خاصة أكل اللحم يوجب تصلب الشري شرب الأمور الغازية يوجب تآكل الأسنات هدا له جزاءات خاصة متل ما كرمك الله الإتيام بالفاحشي يوجب عذاب القوم في الآخرة وأن تقلب عليها سافلها كما فعله بقوم لوت هذا جزاء دنيوي تمام هون النسيان ليس بمعنى أنه غفل عن الموضوع حتى التوبة والاشتباء في الآية النسيان أهمل أهمل السياق التكويني الذي يبقيه في الجن هذا ليس معصية على الأطلاق ماشي يا أبو محمد مسموح لك بسؤال من الآن فصاعدنا فقط بدك ما يجزل السؤال طيب لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عذر نفس الكلام تمام شوف في أمرين اثنين حكم واقعي وحكم ظاهري الحكم الواقعي هو الذي يتطابق مع مراد الله عز وجل مئة بالمئة الحكم الظاهري قد لا يطابق أمر الله لكنه يبرئ ذمتك ولا لا تمام تكليف الأنبياء حتما الحكم الواقعي لك إذا أصبح ظاهريا يعني تكليفهم تطبيق الحكم الواقعي لكن بعد أن يصبح حجة على الخلق تماما عندما جاء بهذا الشخص الذي قتل قتلوا رفقاته يجي ابنه يشتكي لأمير المؤمنين أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم قتلوه لكن لا يستطيع أن يعمل بعلمه الواقع بكفروه وين مات الرجول قالوا بالمحل فليني مين غسلوا فلان وين دفنتوا بالمحل فليني ماذا كان كفنه كذا وكذا ماذا تراك كذا وكذا الله أكبر كبرت شرطة الخميس الشهود البقاوي ارتعبوا فكروا اعتراف فكروا اعتراف إجا تاني الشهد قال قد أقرى صاحبك فعلا حكي صاحبه بما سأله قال يا أمير المؤمنين قتلنيه كذا سيل أمير المؤمنين حكم الواقعي إلى الحكم الله هنا بين الخضر عليه السلام وبين موسى تكليفان مختلفان يا ابن أخي تكليف الخضر الحكم الواقعي بدون أدلي بدون أن يسيله ظاهريا لأنه ليس حجي إلا على موسى بها ثلاث أمور مش مرسل إلى قوم يحتج عليهم بينما موسى تكليفه الحكم الظاهري حتى ولو كان يعلم لذلك لن تستطيع معي صبرا كيف لن تستطيع معي صبرا هو مشكلة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هنا تكمن أنه يحكم بحكم الخضر عليه السلام بالحكم الواقعي لذلك بعض ضعاف النفوس سيحتجون وين يا ابن رسول الله كيف ولذلك يستأهلون أن يقتلوا لأنهم أضاعوا حجية المحصوم صلوات الله بما نسيت مش بأني نسيت ما عهدتك عليه لا أنا لا أستطيع أن أتبنى رأيك بالحكم الواقعي حتى ولو كان مقنعا لأنه تكليفي غير تكليفك فلا تؤاخذني إن سريت حكمي على حكمك مع أنه مفروض أن أصبر على ما تحكم به حتى يتبين للحكم بس أنا مني قادر تكليفي أن أبين الأمر ولذلك هنا تجد منحياني مختلفان أشار الله إليهما هل لله في الواقعة أكثر من حكم يمكن نعم وداود وسليمان إذ يحكمان كل واحد حكم بحكم وكلا جعلناهم ففهمناها سليمان صحيح ربما الأدق لكن كل واحد حكمه صحيح مئة بالمئة فإذا في هنا مورد نسيان تم سمحت الشيخ عضرا يعني بالمورد بالمورد ذاته باختصار علت وجود الخضر في زمن موسى هلأ العل التامي أنا ما نمسلط عليه أنا ما أستطيع أن أجزم بوجود علة تامي بس فيني أقول أصل وجود الخضر لماذا أوليث ليثبت الله سبحانه وتعالى خصوصي لبعض العباد تتفوق خصوصيتهم على أولي العزم من الرسل من أمثال موسى أوليث في هذا دليل على أن الحكم الواقعي لا بد وأن يسير في زمن من الماء لتعم العدالة الأرض كل الأرض فلا يحتاج الناس إلى بينات وشهود وأن حكم السماء هو الذي يطبق وهو الأرشد حتى وإن خفي منبعه هذه مسألة الخضر مسألة جدا كبيرة طيب بعد نبي أبو محمد أولا فتى موسى من هو هل هو وصيه يوشع بالنون معصوم ولا لا هدا مو معلوم ترى يعني في روايات هالشكله في روايات لا أضف إلى ذلك تشوف الشيطان أعم من إبليس الشيطان أصله شطن وهو التمرد والخروج عن الجادة صائبة هل إبليس شيطان؟ نعم كل شيطان إبليس لا في شياطين من الجن وشياطين من الإنس وإلى آخر فإذا بدنا نعرف ما هو الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب طيب ما الشيطان مو مسلط على على الأنبياء أبليس مش مسلط على الأنبياء طيب الشيطان ما هو هنا مراض ممكن كل ما هو من جذر اللغة شطن التمرد والخروج عن المألوف فتى موسى كان مراض الله عز وجل أن تكون العليمة هي تلك المسألة أن يتخذ سبيله في البحر سرب قال هذا ما كنا نبغي فارتدى على آثاره هذا البدنية هذه العليمة إذن النسيان هنا إن كان هو معصوما أيضا بمعنى الإهمال بمعنى أن شيطانا ما حال دون وصوله إلى الحوت أو القارب الذي فيه الحوت إن كان معصوما إن لم يكن معصوما فالكلام طبيعي جدا فأنساه الشيطان ذكرى ربي هذا من معصوم هذا الزلم المعه بالسجن نعم نسي مش المقصود يوسف صلواته الله وسلامه أبو علي من كربلاء فإذن أبو محمد بدأت نتفق معك إليك سؤال واحد فقط لأنه عشرين دقيقة صحيح أكثر من مقدمتي أخذوا أسئلتك مع احترامي إليك أسئلية جدا قيمة بس إفساحا في المجال أمام أخوتنا المشاهدين أبو علي أبو علي أنت في حلقة كيم لي وجاء من أقصى المدينة رجل ياس هشوفها باختصار أخه أبو علي جاء رجل من بغداد وجاء من بغداد رجل إحدى العبارات تدل على أن أحمد رضوان الله تعالى عليه كان في بغداد فجأة ما بتعني أنه بغدادي عبارة تاني تاني لا تفيد أنه بغدادي جاء منتسب إلى بغداد جاء رجل من بغداد شيء وجاء من بغداد رجل شيء آخر وحده تدل على قدومه من المكان الأخرى تدل على أنه من ذلك المكان منتسبون إليه جاء من بغداد رجل إذن هو أصله من بغداد ولذا في فرق بين العبارتين بينتوا أبو يونس الله يرحم والداك على هذا السؤال شوف الأب في اللغة بينه وبين الوالد عموم وخصوص من واجه كيف الوالد هو الذي يتولد منه الولد ووالد وما ولد الأب عم ولذا القرآن سمى العم أب إبراهيم أبو صح وأوضح من هذا آبائي إسماعيل وإسحاق ويعقوب طيب مع أنه إسماعيل عمه ولذلك سمى العم بالأب بالأب أما الوالد والوالدة هو الذي يكون التولى الطبيعي منهما آوى إليه أبوهيم وأم ميتي هي خالته سميت كما سمي إسماعيل أب وهو عم فتسمى الخالة أم وقد سماها رسول الله أم صحيح ووصينا الإنسان بوالده بوالده أي والدين اللي ولدوا طيب أنا إذا خالتي أخت أمي إلها فضل إلي أيضا هي أم بعد في أدق من هذا يا علي أنا وأنت أبواها هذه أم هنا وصينا الإنسان بوالده ووصينا الإنسان بأبواه يتخذ تتخذ الوصي منح أخر فإذا كلمة الأب أعم من الوالد وقد يتقاطع ما في من طيب أبو محمد أنا بحقيقة ما عندي اطلاع على ما تتفضل به وكنت أفضل أن لا تذكر الأسماء لأنه ما ليشغل ما ما تبثه القنوات من قريب أو من في موضة جديدة قديمة في آنم معا تحت عنوين الفكر التنويري البعد الفكري لل إسلام العقل العربي أنسنت الإسلام كأن الإنسان كان الإسلام هو حالي مغولي ثم نأتي فنأنسنه عبارات رنانة براقة تخفي في طياتها الكثير الكثير من الانحراف تحت حجة الفكر التنويري شو نحن بفكر ظلامي ثم جاء من ينورنا أنور دين هو الإسلام في بعض الأفكار خلاق متى تكون كذلك عندما تنبع من النص ومش أي نص نص الذي فيه نجاة الأمة نجاة الأمة حصرا في سفن النجاة سفينة النجاة مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غريق الله وهون تداخلت القوميات أنا ما بعرف قداش فيني سمي أول من بدأ بهذا في العصرنا هذا شخص اسمه كسروي كان يبتجه منحا إلحاديا قتله نواب صفوي داخل المحكمة بطهران ثم أعدم رحمه الله نواب صفوي بعد ذلك ومنواب صفوي كان رجل معمم سيد نسج على منواله كثير كثير العجم أليا في التعبير يعني ممكن يحفر لك حفرة ويتركك توقع فيها العرب لا عندهم جلافي حتى بالتعبير لذلك من تأثر بهذا الفكر من العرب بعضهم وصل إلى حدود الإلحاة يعني الآن إذا بتستمع إلى ما يقوله فلان عراقي موجود الآن ومع الأسف يضع على رأسها إماما ما بدي سمي هو يسأل أنه مين قال أنه جبرائيل هو الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه لماذا بعد حط عمامي على رأسك وعم تضحك عن الناس قول أنا كيت وكيت ما ما تتحكم بهذه الحدود الردي من أين نأخذها من الناص من هو المؤهل للقيام بحد الردي هو المعصوم أو من يثبت أنه حاكم شرعي مش مطلقا ثم يجب أن نبحث في معنى الردي الردي هي انقلاب على عقد عقائدي اجتماعي ثقافي يعني ما يسمى في زماننا بالخيان العظمى لماذا يرتضى هنا أن يكون الحد في الخيان العظمى هو الاعدام ولا ترتضى هناك هذا بشكل بسيط أضف إلى ذلك لما امتجي بتقول الصلاة تتجاهل فيها 23 سنة من حياتي رسول الله انت عم تمحي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأقل تضرب الصالح من سنته بالطالح فتطيح بهما ولذا قال رسول الله لا تضرب القرآن بعضه ببعض من القرآن حمال أوجه وهو مورد يعني متى يكون مورد اتفاق عندما يحرسه المعصوم عندما تنحي الأمة بسوء اختيارها المعصوم يصبح القرآن مورد اختلاف كما هو الحم هذا ما يسمى عند العجم روشا فكر عرفت كيف الفكر المستنين وتأثر به البعض والله عن حسن بعض انا ما شغلت احكم عن نواي بس عندما تجد من يفسر القرآن برأيه بما يعارض الكثير من الآيات يعني ينتق انتقاءات ويعرض بديباج لفظي منمق هذا سهل يسير ان تخترع للناس اسلوبا جديدا يمكن ان يقع به كثير من الناس ايضا بقول ما بدي حاكم النوايا بس اذا كانت نيته صافية فليقرأ الاسلام ككل لا يتجز لا وخلي شوف باب نجاة الامة اين هو ادي بعض مايوان اخ طيب فاذا مولانا كنت بتمنى ابو محمد ان لا يذكر بالاسماء وانا نحيت نفسي ان اذكر اسماء وانا عندي اسماء كتير وبعضهم يسرق من البعض الاخر يعني ما لشي اضرب لك مثلا مثل فقط شوف مثلا عبد الكريم سروش كم من العرب سرقوا منهم ويعني انا رأي بئس ما سرق بئس السارق والمسرق وعلى هذا قس كثير من الامور ما بدي طيل حقيقة ما بدي طيل المسألة بهذا الموضوع انفرح انفرح يا سيدتي عذاب يوم الظلة هو اصاب قوما كنا عم نحكي بعضنا بمسألة الجزاءات التكوينية في يوم الايكة وفي المؤتفكات وفي ذكرهم الله سبحانه وتعالى هلأ تفصيل هذا الامر حقيقة يحتاج مني الى حلقة كاملة ان شاء الله ممكن مع الايام انا بسوي لك حلقة عن عذاب يوم الظلة اسبابه والموجبات لماذا كان عذابا عظيما بدل ان اختصر الان بما يحضرني في ذهني فاشوه كثير او اقع في خطأ في كثير من المعاني التي اريد تبيانا لابالمجمل موجود عندي شيء عن عذاب يوم الظلة خليني بسوي لك حلقة مقدمة بناء على طلبك طبعا مو الاسبوع المقبل ربما في وقت بعدين هذا يبقى امانة بين ايدينا منرجع منقول لاخونا من كانت اسئلته من العيارات الثقيلة يسمح لنا بسؤال واحد فقط حتى نتيح لاخواننا المشاهدين علما انه في استفادة حقيقة يعني ابو محمد الان وبتصور الاسبوع الماضي او ما قبل الماضي كانت اسئلته جدا مهمة وانا مرحب فيك اخ كريم ما بعرف وانا بس من هذا العيار ينبغي ان يسأل سؤال واحد لحتى نقدر نوسع بالموضوع تبقى وانفرح اماني عندنا الى ان نأتيها بتفصيل ان شاء الله جزيلا الشكر لكم سماحت شيخ عفاكم الله طابفوك ونهك الله يعزك الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابع وحتى نلتقي في الاسبوع اللاحق ان شاء الله بنفس الزمان والمكان هذه هي تحايا الفرق العامل في كلاءة الله والسلام عليكم عليكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة